ظمائر النصب أتذكر الظمائر تعوذ الأسماء ظاهرة ومقدرة وتكون بارزة مثل أنا لعبت أو مستترة مثل نجح والظمائر نوعان ظمائر منفصلة وظمائر متصلة للمتكلم الظمائر المنفصلة أنا نحن الظمائر المتصلة تايانا للمخاطب الظمائر المنفصلة أنت أنتي أنتما أنتم أنتن الظمائر المتصلة تا كا تاكي تما كما تم كم تنا كنا للغائب الظمائر المنفصلة هو هي هما مذكر هما مؤنث هم هن الظمائر المتصلة هو تا ها ألف هما ألف هما للمؤنث واو الجماعة هم نون هن أتعلم الظمائر المتصلة في محل نصب إذا اتصل الظمائر بالفعل وكانت وظيفته مفعولا به سمي الظمائر نصب متصل للمتكلم شاكرني شاكرنا للمخاطب استقبلك استقبلك استقبلكما استقبلكم استقبلكن للغائب جازاه جازاها جازاهما جازاهما جازاهم جازاهن إذا اتصل الظمائر بأحد النواسخ الحرفية إن أن كأن لكن لعل ليت سمي الظمائر نصب متصل وكانت وظيفته اسما منصوبا لذلك الناسخ أتوسع أضف إلى معلوماتك يمكن أن تكون الظمائر المتصلة كذلك في محل رفع إذا كانت وظيفتها مفعول به علمتكم اسم ناسخ حرفي إنه ناشط التمرين الأول ضع سطرا تحت ضمائر النصب في الجمل التالية وصلتني رسالة انتظرتها طويلا قصتك هذه قرأتها البارحة شاهدنا شريطا وثائقيا رائعا ضربني صالح بالكرة على وجهي فآلمتني كثيرا الإجابة وصلتني رسالة انتظرتها طويلا قصتك هذه قرأتها البارحة شاهدنا شريطا وثائقيا رائعا هنا يجب الانتباه فرغم أن الضميرنا متصل بالفعل شاهد كما هو الحال بالنسبة لضمائر النصب إلا أن وظيفتها هنا فاعل وليست مفعولا به فنحن الذين شاهدنا وبالتالي فنا ليس الضمير نصب لأننا نعلم أن وظيفة ضمير النصب لا تكون إلا مفعولا به إذا اتصل بفعل أو اسم ناسخ إذا اتصل بناسخ ضربني صالح بالكرة على وجهي فآلمتني كثيرا التمرين الثاني عمر الفراغات بضمائر النصب الملائمة أين وضعت القلم؟ وضعت فوق الطاولة متى أنجزت فروذك المنزلية؟ أنجزت ليلة الأحد كيف وجدت جزيرة جربة؟ إن رائعة الجمال هل سيعيدون التمرين؟ ليت يفعلون ذلك التمرين الثالث ضع مكان الكلمات المسطرة ضمير النصب المناسب أعجب أنت الطعام؟ رأيت أنتم تلعبون ببراعة؟ إنا أنتم أصدقاء أو فياء الإجابة أعجبك الطعام؟ رأيتكم تلعبون ببراعة؟ إنكم أصدقاء أو فياء التمرين الرابع أكتب كل ظمير نصب مسطر في الوادي المناسب من الجدول ذهبت إلى أمي وحدثتها نظرت لي نظرة غريبة وافترت شفتها لحظة كأنها تريد أن تبتسم ثم أطبقتهما وغابت قليلا ثم جاءت بكيس وضعته في يدي وقالت لي في هذا الكيس مال تستعين به وضرب القطار في الصحراء ففكرت في أمي وإخوتي الذين خلفتهم ورائي وقلت في نفسي لعلهم الآن متحسرون على فراقي ظمير نصب مفعول به ظمير نصب اسم ناسخ الإجابة ظمير نصب مفعول به ها وحدثتها هما أطبقتهما هو وضعته هم خلفتهم ظمير نصب اسم ناسخ ها كأنها هم لعلهم التمرين الخامس بين وظيفة الضمائر المسطرة في الجمل التالية إن كنا فتيات مؤدبات لم أخبرك إلا بالحقيقة لعلكما ناجحان فلا تحزنا عجبتنا الرحلة المدرسية الإجابة إن كنا فتيات مؤدبات كنا وظيفتها اسم ناسخ لأنها اتصلت بناسخ لم أخبرك إلا بالحقيقة كا وظيفتها مفعول به لأنها اتصلت بفعل لعلكما ناجحان فلا تحزنا كما وظيفتها اسم ناسخ لأنها اتصلت بناسخ عجبتنا رحلة المدرسية نا وظيفتها مفعول به لأنها اتصلت بفعل شكرا للمشاهدة